المكون الاملاء الموضوع التأف الأسماء والأفعال استثمار الدرس من أعداد رشيد العوفير الحصة الأولى أقرأ وأجيب يجيب التلاميذ عن أسئلة مثل من تر في الصورة أقرأ نص الاملاء قالت البنت قضيت عطلتي في البيت وقلت الطالبات النشيطات كنا نراجع دروسنا في البيوت وكنا تلميذات مهذبات ألاحظ وأكتشف ماذا قالت البنت؟ قالت البنت قضيت عطلتي في البيت ماذا قالت الطالبات؟ قالت الطالبات كنا نراجع دروسنا في البيوت وكنا نراجع دروسنا في البيوت وكنا تلميذات مهذبات وكنا تلميذات وكنا نراجع دروسنا في البيوت البيوت وكنا نراجع دروسنا في البيوت وكنا تلميذات مهذبات تلميذات مهذبات أصنف كلمات الظاهرة البنت قضيت البيت قالات الطلبات النشيطات البيوت تلميذات مهذبات قالات قضيت البيت البنت البيوت الطلبات النشيطات تلميذات مهذبات تن قالات تي هي قالت قضيت تو أنا قضيت البيت البنت أخت صوت زيت البيوت البنات أخوات أصوات زيوت الطلبات الطلبات النشيطات تو تلميذات تن مهذبات تن أكتب على اللوح أرفع الطباشير وأستمع أكلت أكتب على اللوح أقلب لوحتي وانتظر إشارة الأستاذ أرفع لوحتي أصحح أخطائي أكلت أكتب على اللوح أرفع الطباشير وأستمع دراجة أكتب على اللوح أقلب لوحتي وانتظر إشارة الأستاذ أرفع لوحتي أصحح أخطائي دراجة هل يمكنني أن أقول أنا أنت أنت هي دراجة لا غير صحيح دراجة أنا أنا أكلت أنت أنت أكلت أنت أنت أكلت الحصة الثانية أتدرب أصل وأقرأ أكمل الكلمات التالية بتا تنزهت تنزهت صليتي صليتي زرت زرت ذهبت ذهبت أضع الكلمات السابقة في مكانها مع شكلها أنا أنا زرت سوق قريتنا زرت وأنت تنزهت في حدائق حيكم تنزهت وأنت صليتي في المسجد صليتي وهي ذهبت إلى خالتها ذهبت أنا خرجت أنت لعبت أنت ذهبت هي سافرت أنا خرجت أنت لعبت أنت ذهبت هي سافرت أكتب التاء مع الحركة وأقرأ قالت نور هل يمكنني أن أقول هي قالت قالت نور زرت مسجد حينا هل يمكنني أن أقول أنا زرت زرت مسجد حينا وسألت أخاها هل يمكنني أن أقول هي سألت وسألت أخاها أين تجولت هل يمكنني أن أقول أنت تجولت أين تجولت وقالت الأمها هل يمكنني أن أقول هي قالت وقالت الأمها كيف قضيت يوماك هل يمكنني أن أقول أنت قضيت كيف قضيت يوماك الحصة الثالثة أطبق أكتب على اللوح أرفع الطباشير وأستمع بنت أكتب على اللوح أقلب لوحتي وأنتظر إشارة الأستاذ أرفع لوحتي أصحح أخطائي بنت تن أكتب على اللوح أرفع الطباشير وأستمع بنات أكتب على اللوح أكتب أكتب على اللوح أرفع الطباشير وأستمع بيت أكتب على اللوح أقلب لوحتي وأنتظر إشارة الأستاذ أرفع لوحتي أصحح أخطائي بيت 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 أكتب أكتب على اللوح أكتب أرفع الطباشير وأستمع بيت أكتب على اللوح أكتب أقلب لوحتي وأنتظر إشارة الأستاذ أرفع لوحتي أصحح أخطائي بيت تو أصل وأقرأ بنت بنات أخت أخوات كاتكوت كاتكيت أم أمهات بنت بنات أخت أخوات كاتكوت كاتكيت أم أمهات أكتب التاء في الفراغي وأقرأ أقرأ في مدرستنا أستاذات نشيطات وتلميذات مهذبات أنجز أستاذات تن نشيطات تن تلميذات تن مهذبات تن أملأ الفراغ بالكلمات المناسبة أقرأ كبريت بيوت زيت كاتكيت في قريتنا فصل و و و و أنجز في بيوت قريتنا كبريت و زيت و و كاتكيت و كاتكيت أقرأ في بيوت قريتنا كبريت وزيت وكاتكيت أكمل ما يلي بتاء ثم أضع الكلمات في المكان المناسب أقرأ التوتي باللغة الأخت تحب اللحمة فصل وأنا أفضل شراب باللغة نقطة أكتب على اللوح التوتي ت باللغة ت الأخت ثم أضع الكلمات في المكان المناسب تحب الأخت اللحمة باللغة 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 وأنا أفضل شراب التوتي أقرأ تحب الأخت اللحمة باللغة وأنا أفضل شراب التوتي أكتب ما يملع علي في الدفتري قالت البنت نقطة قضيت عطلتي في البيت فصل وقالت الطالبات النشيطات نقطة كنا نراجع دروسنا في البيت فصل وكنا تلميذات مهذبات نقطة أضع القلم الأزرق وأستعمل القلم الأخضر لأصحح أخطائي قالت البنت نقطة قضيت عطلتي في البيت فصل وقالت الطالبات النشيطات نقطة كنا نراجع دروسنا في البيت فصل وكنا تلميذات مهذبات نقطة